من واشنطن ينضم إلينا باسم أبو سمية المحلل السياسي سيد باسم يعني قرار رشيدة طليب بعدم زيارة الضفة الغربية رغم السمح لها بعد قرار المنع السابق يبدو كراد دفاع طبيعي ومنطقي ولكن إلى أي مدى يمكن أن يمثل صفعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؟ واضح تماما أنه كان في خطأ تاكتيكي في تصرف السيدة رشيدة طليب أنه أولا بعد أن منعت من زيارة فلسطين عبر الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل كنائبة في المجلس النواب الديمقراطي تتقدم بطلب للزيارة باعتبارها زيارة إنسانية هذا قطأ في التصرف كان وأخذ عليها ولكن الأساس هو أنه زيارة رشيدة كان من الممكن أن تتم في ضمن مجموعة من النواب الذين ذهبوا قبل حوالي أسبوع والتقوا بشخصيات فلسطينية منها الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة وتحدثوا في مواضيع شتى أما أن تأخذ بهذا الحجم أكبر من التصرف الذي حصل أولا الرئيس ترامب يبحث عن أي ثغرة لكي يتمكن من مهاجمة الحزب الديمقراطي سواء رشيدة أو إلهان عمر أو حتى الأمريكيين الأصليين وليس الأمريكيين من أصول غير أمريكية وهي بالتالي تصب في خدمة أهدافه الانتخابية يعني الهجوم على الحزب الديمقراطي الذي يعتبره رادي كالي يعتبره ترامب رادي كالي هو في تسجيل نقاط نحو عادة انتخابه للمرة الثانية كرئيس في 2020 كيف يمكن أن يوظف الديمقراطيون هذا الإجراء كونها أمريكية أو أن هذا الإجراء اتخذ أولا تجاه مواطنة أمريكية ومسؤولة أمريكية أيضا تحت سمع وبصر بل وترحيب الإدارة الأمريكية بذلك هنا السؤال هذا يجب أن تستغل الحزب الديمقراطي هذا الحدث لكي تعزز من موقفها ضد ترامب في الحملة الانتخابية أولا أدانوا العديد من النواب ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي ورئيس الديمقراطيين تشاك تشومر كلهم أدانوا هذا الإجراء ولكن يبدو أن ترامب ماضي في هجماته على الديمقراطيين ويستغل أي حدث أي تصرف قد يحدث أو قد لا يحدث لمصلحته الشخصية ومن هنا على الحزب الديمقراطي أن يتصدى لهذه التصرفات بالطرق التي تؤدي إلى منع تكرارها ولكن واضح تماما أن الرئيس ترامب لا يتراجع عن مواقفه التي تؤدي إلى دعم جماهيري له أكثر فأكثر من ناحية الانتخابات المقبلة رشيد أطليب بهذا القرار هل تتوقع أن تستمر في مخاطبة الرأي العام العالمي بعد أن قامت برد الضربة بعد أن كان القرار بمنعها من دخول الضفة الغربية هي الآن من ترفض الدخول؟ نعم هي رفضت الدخول بعد أن وضعوا عليها الشروط الشروط التي اعتبرتها مهينة وهي منعها من التحرك منعها من زيارة القدس يعني كما قالوا منعها من زيارة إسرائيل أولا وقيل أنها علموا بأن لديها مخططات مضاد تضر بإسرائيل أساسا هم كانوا منعوا كل من يؤيد حركة المقاطعة الاقتصادية البي دي أس واعتبروها أأسر ويعتبروا الحركة هي منظمة خارجة عن القانون وبالتالي كل من أيدها لن يسمح له بدخول إسرائيل أو دخول الأراضي الفلسطينية الآن عليها أن تقود الحملة بحنكة وبذكاء أكثر وأن تحاول الابتعاد عن المواقف العاطفية والإنجرار وراء ممكن أن يكون هناك مستشارين أساء التصرف وبالتالي وقعت هذه الإشكالية إذن من واشنطن باسم أبو سميع المحل الأسياسي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر